بالرغم من الشكاوى من ارتفاع الأسعار والضعف القدرة الشرائية للمواطنين جاءت مطالبات نقابة أصحاب المطاعم الشعبية برفع أسعار مدتي الحمص والفلافل وهما الأكثر طلبا من قبل المواطنين بداع ارتفاع بعض مدخلات الانتاج غير أن وزارة الصناعة قالت أن الموضوع قيد الدراسة ولم يتخذ أي قرار حتى الآن التفاصيل في هذا التقرير بعد مطالبة نقابة أصحاب المطاعم بإعادة النظر بأسعار أصناف المطاعم الشعبية برفع سعر صنفي الحمص والفلافل بالنسبة قد تصل إلى 5% اعتبر المواطنون أن الأسعار الحالية تعد مرتفعة ولا يوجد مبرر لتعديلها والله الأكلات في المطاعم الشعبية الموجودة في المنطقة أسعار عاديا طبعيا أما ممكن على المطاعم المشهورة تلاقيها شوي مرتفعة كثير أصعار كانت زمان أحسن من هالسبب 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 ارتفع على أصعار الحمص والفلافل بس بشكل عام كويس المطاعم مزاجية كل واحد إلو سعر يعني سندويشات قبل ربع دينار في بعض مطاعم يتبيعوا قاعدين بنص دينار مطاعم عن مطاعم بيختلف للسعر صحن الحمص لما أنت تشريب 70 قرش تخطيه في بعض المطاعم بنص دينار هانا النقطة هاي والله أسعار غالي يعني كثير والله شو حبت الفلافل صارت بشلن والحمص بدينار ونص والله غالي والحق على يعني لو في رقابل أو في مثلا ناس التابع المواضيع هاي ما بصير كل واحد بيها على رأيه جمعية حماية المستهلك رأت أن مطالبة نقابة أصحاب المطاعم رفع أسعار الحمص والفلافل بسبب زيادة في أسعار مدخلات الانتاج غير مبرر لأن الارتفاع هو لفترة محدودة ويجب أن لا يقاس لسنة كاملة ليطرأ ارتفاع على أسعار المأكولات الأكثر طلبا من المواطنين والله الحمد لله الأسعار كويسة يعني بنربح قليل صحيح بس يعني أنه في مربح نبيع السندويش ب30 قرش الصحن ب60 قرش فيش أسعار عادية يعني صحن الفول ب60 صحن الفتب دينار وربع فيش أسعارنا بسيطة يعني والحمد لله منربح كمان وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب لقضاء قال إنه تم تشكيل لجنتين من جميع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسعار المأكولات الشعبية والكلف الأولية والتشغيلية للمطاعم الشعبية وتحتاج اللجنة إلى ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار المناسب ليلة خالد رؤية